رسميا تأهل لبطولة العالم في مصر كرة اليد 20-21-18 منتخب رسميا البطولة دي هتكون بطولة اول بطولة في تاريخ بطولات العالم في كرة اليد 32 منتخب بيكونوا متوجدين على ارض مصر بطولة مهمة بطولة قوية عايزين نقول ان بعد التصفيات او البطولات الافريقية او البطولات القرية افريقيا واوروبا وبان امريكا وصل واسيا في نفس الوقت وصل 18 منتخب رسميا اتنين متأهلين بسبب دولة مضيفة مصر والدنمارك بطل العالم في النسخة الاخيرة وكمان اتأهلوا من افريقيا ست منتخبات لأول مرة في تاريخ ست منتخبات بس في مفاجأة جوه افريقيا نكاف فردي اول مرة تلعب بطولة افريقيا واول مرة تتأهل لكاس عالم في نفس السنة طلع خامس لكن هي اتأهلت رسميا لكاس العالم اعتقد نكاف فردي هيكون لها في المرحلة الجاية داخل بطولات الافريقية لكرة اليد حاجة مهمة جدا من افريقيا اتأهلت تونس والجزائر وانجولا والرأس الاخضر والمغرب والكونغو الديمقراطية وامريكا الجنوبية اتأهلت منها الارجنتين البرازيل وارجوي اوروبا اتأهلت منها اسبانيا كرواتيا النرويج اسيا قطر كوريا الجنوبية اليابان البحرين بكده ان اصلنا لسه 14 منتخب كلهم هيروحوا عن طريق تصفيات معادة منتخبين بس هيروحوا بيولو كارد من الاتحاد الدولي لكرة اليد المترجمات لك في القناة